السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف أقدم اليكم اليوم علامات الرؤية الصادقة علامات الرؤية الصالحة التي تعرف من خلالها أن رؤياك صحيحة وليست أضغاص أحلام أو هلاوس من العقل الباطن أولا من علامات الرؤية الصحيحة أن يكون الرأي معروفا بالصدق في كلامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤية أصدقكم حديثا بمعنى أن الإنسان لما يكون رؤية صادقة بيكون هو في الحقيقة إنسان صادق تاني شيء انتباع الرؤية دي بتفاصيلها في ذاكرتك ما تنساش منها أي شيء تتذكر جميع تفاصيلها ثالثا تكررها فمتى تقررت رؤياك بعينيها مرارا فاعلم أنها حق وأنها ما تكررت إلا لتنبيهك أو تحذيرك أو لتبشيرك فاحذر أن تهملها رابعا أن يحس بعد استيقاظه بشعور قوي نفسي أو جسدي قد يصل الشعور النفسي إلى البكاء أو الفرح والسرور العجيب وقد يصل الشعور الجسدي إلى الألم أو الإحساس بالشبع أو نحو ذلك فاعلم أن رؤياك صالحة واعلموا أن الرؤية الصادقة ما هي إلا من الله لقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة من الله وأن يحمد الله تعالى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يحدث بها إلا من يحب لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر إلا من يحب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقصها إلا على عالم أو ناصح لما ورد في الحديث لا تقص الرؤية إلا على عالما أو ناصحا أما العالم فأنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه وأما الناصح فأنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه أو يدله على معبر وبكل هذه العلامات نعرف أن رؤيانا صادقة ورؤيانا صحيحة أتمنى أن تنال الحلقة على إعجابكم ولا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء